لدينا القدرة على استكمال التحرير ولكن لدينا الجاهزية على طرد ميليشيا الحوثي ولكن وفيما يبدو فإن لكن هذه هي الإجابة الجاهزة عند طرح سؤال أضحى مكررا ومملا مفاده متى ستحرر تعز تكتفي القيادات العلية في المحافظة بعقد الاجتماعات كمثل اجتماع الأحد الماضي الذي عقدته القيادات الأمنية والعسكرية والسلطة المحلية لمناقشة ما اسمته استكمال عملية تحرير تعز وهو الاجتماع الذي وفق المركز الإعلامي لمحور تعز ناقش عملا لجان المشرفة على عملية التحرير والإسناد الشعبي لها وكيفية توفير المتطلبات اللازمة لطرد ميليشيا الحوثي بحسب تصريحات عبد الباصط البحر الناتق الرسمي للجيش بتعز لقناة بلقيس فإن ملف التحرير هو قضية تعز الأولى لكن القيادات العسكرية انشغلت طوال الفترة الماضية بترتيب البيت الداخلي والقضاء على الخلاء النائمة والجماعات الخارجة عن القانون ويقول البحر إن الجيش بتعز في كامل الاستعداد وإن لجان التحرير تعمل ليل نهار من أجل دراسة مسرح العمليات وتلمس الاحتياجات فيما يظهر فإن الجيش بتعز يريد أن يقول نحن جاهزون ولكننا ننتظر قرر شرعيتي ودعم التحالف العسكري فالناتق باسم الجيش أكد لبلقيس وجود تفهم كبير من التحالف لتحرير تعز ووعود بالدعم والإسناد لكن التساؤل المنسي إجابته لماذا لم تجد هذه الوعود طريقة تنفيذها إلى تعز لا حدث تعز يمتلك الإجابة النهائية عن سؤال التحرير وفيما يبدو فإن تعز لم تعد تحتاج إلى إجابة عن سؤال متى ستحرر بل تريد جوابا واضحا عن لماذا لا يراد لها أن تتحرر